وصلت سلطته الانتقالية السودانية فرض حالة طوارئ في بورت سودان وأمرت بإجراء تحقيق في أعمال عنف قبلية دامية تشهدها المنطقة منذ أسابيع واحتدمت الاشتباكات منذ الأسبوع الماضي بين قبائل البني عامر والنوبة في المدينة التي تعد عاصمة ولاية البحر الأحمر وقالت الشرطة إن 16 شخصا على الأقل قوم مصرعهم وتم إرسال تعزيزات أمنية لاحتواء القتال ويشدد مجلس السيادة الانتقالي على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية وتعاملها مع أطراف الصراع مؤكدا على أن كل من يثبت انحياذه لطرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة سيتم التعامل معه بحزن ويدعم مجلس السيادة الحلول السياسية والاجتماعية التي تعضد التعايش والسلامة الاجتماعي في مدينة بورسودان وعموم السودان ويشدد على أهمية بورسودان كميناء الرئيس للسودان ويعتبر أن أي استهداف لها إنما هو استهداف للأمن ترجمة نانسي قنقر